إيران منزعجة للغاية وبشكل كبير مما صدر من هذا الاجتماع بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت خاصة وأن هناك أمور خاصة وتسريبات مهمة جرت بين الطرفين خلف الكاميرات في الغرف المغلقة عن طبيعة خطط جديدة طرحتها إسرائيل وحتى كلام صدر من الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عنها ووثقتها أكسيوس واحدة من الأمور هي خطة وضعها نفتالي بنت على طاولة جو بايدن اسم هذه الخطة طبعاً death by a thousand cuts أي الموت بألف جرح وهذا باختصار شديد جداً بالنسبة لنفتالي بنت اللي ديقوله بأنه بدلاً من أن نوجه ضربة عسكرية راديكالية واحدة فقط ضد إيران أو ضد إحدى المشاءات النووية الإيرانية دعنا نقوم بعدد من الهجمات قائمة طويلة من الهجمات الصغيرة المربكة للداخل الإيراني على عدد من المستويات قد تصل حتى إلى المستويات النووية كما شهدنا في الفترات الماضية عن مصانع الفتروكيميائية منشأة نتانز أو غيرها من الأمور التي استهدفتها إسرائيل دعنا نكثر ونوسع من هذه الأمور وبالتالي ستضعف إيران ستتحقق الرغبة الإسرائيلية وكذلك ستقوي من موقف الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات الجارية حتى وإن عادوا إلى الاتفاقية النووية فإن إيران لن تستطيع المخالفة بأي شكل من الأشكال وبالتالي تصبح إسرائيل وكأنها الشرطة على إيران وضابط الإيقاع في حالة وجود أي مخالفات كذلك أن أفتالي بنت تحدث عن العراق في هذا الاجتماع تحديداً وأكسيوس أيضاً وثقت هذا الأمر شوف شون اللي قال بنت إلى بايدن بنت حث بايدن على عدم صحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا وهنا الهدف الأساسي هي ليست طبعاً بسبب العراق وإنما بسبب إيران اللي طبعاً هي ممكن أن تستخدم وتتوسع بشكل كبير وتقوي ميليشياتها في العراق وفي سوريا وبالتالي وجود القوات الأمريكية على مستوى العراق وسوريا يبقى عاملاً ضغطاً ومراقباً لهذه الميليشيات الأمر الأساسي الآن هو ليس من نفتال بنت يعني انزعاج إيران لا يأتي بالدرجة الأساس مما تصرح به إسرائيل بشكل عام لأن إسرائيل دائماً تأتي بالخطط والتهديدات الرادعة ولكن بالنسبة لانزعاج إيران يأتي بشكل مباشر على جو بايدن اللي هو طبعاً رفض ما طلب منه نفتالي بنت في قضية أنه اترك المفاوضات النووية ودعنا نردع إيران قال بأننا يجب أن ندع فرصة للدبلوماسية بأن تكون موجودة ولكن قال كلمة مثيرة للغاية وقال بصريح العبارة بأنه في حالة الدبلوماسية والحلول الدبلوماسية لذا نحاول نتبعها مع إيران لم تنجح فسنذهب إلى خيارات أخرى ولم يتحدث عن طبيعة هذه الخيارات اللي يريد يتبعها ولذلك الذهن يذهب إلى عمليات عسكرية إلى قصف إلى تعاون ممكن مع الإسرائيليين على سبيل المثال في هذه الخطة التي عرضها طبعاً نفتالي بنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الاجتماع في البيت الأبيض وقد تكون أيضاً عقوبات قوية جداً من جو بايدن على إيران من شأنها طبعاً أن تصعب مهمة إبراهيم رئيسي في الفترة القادمة على المستوى الاقتصادي الداخلي لإيران وطبعاً هذا هو اللي أزعج المرشدة الأعلى في إيران وأزعج المجلس الأمن القومي في إيران واللي اعتبره بأن كل هذا الذي صدر من كلام وتحديداً من بايدن عن الخيارات الأخرى إذا لم تنجح الدبلوماسية بأن حقيقة جو بايدن يهددن تهديد غير قانوني وهناك أيضاً من خلال بيان أو البيان الذي صدر من البيت الأبيض بعد هذا الاجتماع الذي حدث بين بنت وجو بايدن هناك أمر أيضاً ذكر متعلق بنا إحنا بالعراق وحتى على المستوى السوري وهذا طبعاً الأمر متعلق بخطط كما تشاهدون في الهايلايت إنه تعالوا يجب أن نقوم بخطط رادعة ضد هذه الميليشيات الموالية لإيران وأن السلوك الإيراني يجب أن يتم ضبطه وبالتالي نقشه عدد من الأمور الرادعة في المنطقة لا نعرف ما هي تفاصيلها ولكن واضح من هذه الاستيتمت ومن هذا البيان من البيت الأبيض أنهم اتفقوا على ذلك الأمر المهم هنا بأن ولايات المتحدة الأمريكية إذا جو بايدن أو نفتال بنت هم مختلفين يعني هم حقيقة وجهات هم مختلفة بنت نوعاً ما لم ينجح في تحقيق الردع وترك المفاوضات النووية ودعنا نهاجم إيران وبايدن يريد الدبلوماسية وفيه خلاف كبير جداً مع بنت ولكن الخلاف اللي بينهم لا يعني بأنهم غير متفقين خاصةً وأن كل طرف يحتاج إلى الآخر الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة كبيرة جداً إلى إسرائيل لسبب مهم ذكرته النيويورك تايمز بأن ولايات المتحدة الأمريكية وهذه قد يتفاجأ بها الكثيرون بأنها فقدت شبكة الجواسيس التي تمتلكها في الداخل الإيراني وهذا طبعاً اللي وثقت النيويورك تايمز قبل أيام قليلة شوف شون اللي قالته أن شبكة المخبرين الأمريكية في إيران ضاعت بشكل كبير هذا العام بسبب عمليات مكافحة التجسس التي نفذتها طهران والتي أعاقت جهود إعادة بناء الشبكة وهذا اللي استغلته إسرائيل تماماً خلال هذا العام أيضاً أضافت الموساد ساعد واشنطن في الاختراق حيث زود واشنطن بالمعلومات الموثوقة حول الأنشطة النووية الإيرانية وبرامج الصواريخ ودعمها للميليشيات في جميع أنحاء المنطقة على سبيل المثال هذا المصنع الذي ترونه أمامكم في داخل إيران هذا هو اسمه مصنع أردكان وطبعاً هو اللي لاحظوا به لحظوا أمر مثير جداً حدث في شمال هذا المصنع على بعد 1550 متر اللي لاحظوا بأن هناك انفجار تم في أحد الأنابيب اللي موجودة به وطبعاً بعد تحليلات كبيرة جداً من الانتلاب لاحظوا بأن هناك نشاطاً نووياً تم في هذا المصنع هذا المصنع من مفترض أن يتم بأي نشاط نووي بهذا الشكل وطبعاً أخذوا تحليلات من شهر أربعة إلى شهر ثمانية لعام 2021 وشهر أربعة صارت في الهجمة على منشأة نتانز النووية وبالتالي زادت النشاطات في هذا المصنع بشكل كبير هذا المصنع من المفترض أن يقوم بصناعة شيء اسم الكعكة الصفراء يلو كيك هذا المصنع طبعاً حقيقة بصناعته إلى هذه اليلو كيك هو يأخذ خام اليورانيوم ويحولها إلى اليلو كيك وبعدها تنتقل إلى منشأة أصفهان وفي منشأة أصفهان تتحول الكعكة الصفراء إلى شيء اسمه يو أف سيكس اللي هو سادس فلوريدا اليورانيوم وهو طبعاً غاز وبعد تحويله إلى هذه الصيغة الغاز هذه اللي دنشوفها أمامنا ينقلها إلى منشأة نطنزل نووية وتحديداً إلى أجهزة الطرد المركزية ويتم تخصيب اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزية وطبعاً نشوف إحنا هذه الحلقة ممكن استهداف أي مكان بها ممكن أن يعرقل طبيعة هذه الدائرة التي نراها البسيطة طبعاً هناك تعقيدات أخرى في الموضوع ولكن هو هذا الموضوع ببساطة أيضاً أن هذا المصنع تحديداً هو ينتج من أربعين إلى خمسين طن سنوياً من هذه الكعكة الصفراء والطن الواحد هو ألف كيلو جرام معناها عندنا نحجي على تقريباً خمسين ألف كيلو جرام من اليالو كيك سنوياً يصدر هذا المصنع فبالتالي وجود نشاط نووي في الداخل يعتبر شيئاً كبيراً للغاية هذه هي حاجة الولايات المتحدة الأمريكية الآن إلى إسرائيل في توفير مثل هذه المعلومات ومعلومات أخرى تجري في الداخل لكي تعرف أين تقف أثناء المفاوضات النووية ولكن في نفس الوقت أيضاً إسرائيل بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لسبب ذكره هذا الرجل رئيس الموساد السابق اللي هو حقيقة تامير باردو هذا الرجل قال بصريح العبارة بأن إسرائيل وحدها لن تتمكن من توجيه أي ضربة عسكرية وحدها لا يمكنها القيام بذلك وأن كل اللي تقدر تسوي بالنسبة لإسرائيل هو أن تنتظر ضوءاً أخضراً ومساندة ومساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقوم بهجوم عسكري وبالتالي بين الطرفين هناك شراكة كبيرة جداً حقيقة ممكن أن نراها إذا ما طبعاً المفاوضات النووية لم تصل إلى طريق كبيرة جداً اضعوا المفاوضات النووية لم تصل إلى طريق ممتازشرت الى إسرائيل من مفاوضات النووية اشتركوا في القناة